نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية علاجية متخصصة شاركت فيها كلية الطب في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان ذلك لأهالي حي الأسمرات بمحافظة القاهرة وتمكشف على المواطنين بحي الأسمرات وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في إطلاق القوافل الطبية المجانية لتوفير الخدمات الصحية ورعاية الطبية لازمة للأهالي في المحافظات للارتقاء بمستوى معيشتهم وفي هذا الإطار نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية في عدة تخصصات مختلفة في حي الأسمرات بمحافظة القاهرة شاركت بها جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان عندنا أول حاجة قافلة طبية تضم تخصصات عظام نسا بطنة أطفال أسنان بنقدم جامعة الأدوية مجانة بالتعاون مع تحالف الجامعات عين شمس والقاهرة وحلوان ثم عندنا ملتقى توظيف ده من أهم الحاجة اللي بيجي عليها قبل في معظم القوافل بتاعتنا عندنا النهاردة تخصصات طبية متعددة بطنة وأطفال وجلدية وعظام عندنا برضو الاهتمام الجانب بالصحة النفسية وتأهيل ذوي الإعاقة والكشف عن الإعاقة عندنا برضو ندوات توعوية وندوات فنية للأطفال عندنا برضو قطاع التمكيني الاجتماعي مشارك معنا في القافلة ننزل نشوف حصر احتياجات للحي ونشوف الحاجات اللي هم محتاجينها البرامج التوعية اللي هم محتاجينها العيدات الطبية اللي هم محتاجينها وبنان عليها بنبدأ نتواصل مع الكليات المختلفة بمشاركة الخمس جماعات عشان نقدر نعمل عيدات مختلفة وبرامج توعية مختلفة خدمة أهل الحي أهل حي الأصمارات استقبلوا القافلة الطبية منذ ساعات الصباح وجلسوا في ساحات انتظار لتوقيع الكشف الطبي والاستماع لإرشادات تهدف لنشر ثقافة الحفاظ على الصحة العامة واتباع السلوكيات الصحية السليمة جايين النهاردة علشان الهدف بتاعنا نحن نعمل حاجات معينة عبارة عن توعية لأبناء هذا الحي وفي نفس الوقت برضو مسابقات ثقافية في عندنا جزء برضو محو أمية في عندنا جزء خدمات طبية يعني خدمة متكاملة لأبناء هذا الحي قافلة طبية طوعوية مختلفة التخصصات قافلة طبية شاملة كل التخصصات وعلى رأسهم تخصص صحة نفسية وتأهيل زوالإعاقة بنعمل إيه؟ بنعمل توعية بأصلا زي الأم تكتشف الإعاقات في وقت مبكر بحيث يكون التدخل بشكل أسرع فده يحد من الأصور السلبية لإعاقات عند الأطفال وبنعمل توعية عن الصحة النفسية وأهمية الناس لازم تاخد بالها من صحاتها النفسية زي صحاتها الجسدية بالضبط اي قافلة بتيجي بتخدم الناس هنا بسرعة لأن هنا الناس تعبانة وخذ بالك وطبعا الصحة برضو إيه كهيسة برضو إيه إلى ذلك تتوصل جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف أنحاء الجمهورية تحت مضالة مؤسسة تسعى لتحسين حياة المواطنين الأولى بالرعاية من خلال إطلاق القوافل الطبية بمختلف المناطق والأحياء التي تشمل الكشف والعلاق في جميع التخصصات الطبية بالمجان للارتقاء بمستوى صحات المواطنين أحمد الحسيني التلفزيون مصري